تعالوا نروح لقصة تانية لا علاقة بالحرب وهي اختطاف سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية الحوتيون هاجموا هذه السفينة في جنوب البحر الأحمر وكان عليها 52 شخص وقالوا في بيان انتظروا ما يتلك صدوركم خلوك فاكرين من اليوم الأول للحرب يقولكم أن العالم شيشهد موجات من العنف الذي لا نؤيده ولا نحبه ولكن بسبب الظلم العالمي وهذه واحدة من النتائج جماعة الحوسي قالت أنها حتطلع بيان تفصيلي في الساعات المقبلة في مقالة وسائل إعلام إسرائيلية أن ملكية السفينة دي مش إسرائيلية بعضهم قال أنها تعود إلى رجل إعمال إسرائيلي اسمه رامي أنجر لكن وسائل إعلام أخرى قالت لا السفينة دي سفينة دولية مملوكة لشركة بريطانية وبتشغلها شركة يابانية الدفضاع ده ولا الفر الميت أفخي أدراي قال أن السفينة اللي استولى عليها الحسيين مش إسرائيلية وعليها تقم دولي ما فيش بنهم إسرائيلي طيب أنتوا محرومين ليه طالهم مش إسرائيلية خلكوا في حالكم مكتب رئيس الوزراء الإرهابي قال أن اختطاف السفينة عمل إرهابي إيراني وأنه حيخلق تدعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية البنت جن أعلنه بيتابع عن قرب السفينة المحتجزة عند الحسيين وكالة الصحافة الفرنسية قالت الحوتيين خدوا السفينة إلى ميناء الصليف في الحديدة جماعة الحوسي قالت أنها بتستهدف ثلاث أنواع السفن التي تحمل عالم الكيان السهيوني السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية ثلاثة السفن التي تعود ملكياتها لشركات إسرائيلية والبقية تأتي نحن في البداية